بسم الله الرحمن الرحيم وصدر قراراً بإجراء الانتخابات في النقابات الفرعية ثم أعقب ذلك القرار صدور قرار الأستاذ النقيب بتشكيل اللجنة المختصة بالإعداد لإجراء الانتخابات وكان تشكيل هذه اللجنة مجد ساخي رئيساً أستاذ حسين الجمال مقررًا الأستاذ صلاح سليمان أمين لللجنة والأعضاء الأستاذ محبي من مكاوي الأستاذ يحيى التوني الأستاذ أسامة سلمان الأستاذ عبد المجيد هارون الأستاذ عبد الحفيظ الروبي الأستاذ فاطمة الزهراء ثم أعقب ذلك قراراً بإضافة الأستاذ محمود الدخلي والأستاذ محمود الكسار محمود الكسار وزميل المرحوم الأستاذ سيد عبد الغني بدأت اللجنة منذ ذلك التاريخ وهي لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين يتولى أعضاء مجلس النقابة الإعداد لإجراء الانتخابات ولأول مرة أيضاً في تاريخ نقابة المحامين تشرف هيئة قضائية خلاف النيابة الإدارية على جراء هذه الانتخابات ظلت اللجنة تعمل مع مجموعة من الموظفين الكف للإعداد للعملية الانتخابية عملنا على مدار أكثر من شهر ونصف عددنا كل شيء بدءاً من إعداد اللجان ثم إعداد أوراق الاقتراع ثم اختيار مواقع اللجان ثم إعداد كافة ما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية وأعتقد أن اللجنة بعون الله نجحت في ذلك الإعداد والتجهيز ثم أسننت النقابة الإشراف القضائي إلى هيئة قضائية محترمة وهي أقدم هيئة قضائية في مصر أدت عملها بنجاح وبتفوق كانوا حريصين على تحقيق الشفافية تحقيق الديمقراطية تحقيق العدالة وأعلنوا اليوم النتائج للمرحلة الأولى رغم كل الصعاب التي قابرت اللجنة من جائحة كورونا ومن اختيار الأماكن ومن القرارات التي صدرت بمنع انعقاد اللجان داخل غرف المحاكم تمكننا بعون الله رغم كل تلك المصاعب من إجراء المرحلة الأولى التي أنهت وتشكل 16 مجلس نقابة فرعية وتبقى ليه اثنين هي نقابة البحر الأحمر ونقابة شمال الجيزة تجرى اليوم المرحلة الثانية ومنذ ساعة السامنة صباحا لم يتصل بنا قاض في لجنة أو محام في موقع أن هناك مشكلة كل الأمور تسير على ما يرام اسمحوا لي زملائي عضاء اللجنة باسم لجنة المشرفة على الانتخابات وباسم نقابة المحامين وباسم نقيب المحامين أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لزملائي المحامين الذين أجروا انتخابات المرحلة الأولى بنجاح باهر وأيضاً أتقدم بخالص شكري وتقديري للمسشار عبد الناصر والدكتور أبو بكر وكافة أعضاء الهيئة القضائية اللجنة العليا واللجان العامة واللجان الفرعية الذين أدوا عملهم رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بالعملية الانتخابية نحن نود أن نوضح لسادة المحامين أننا أجرينا تلك الانتخابات في ظل ظروف صعبة اختيار الأماكن كان في منتهى صعوبة إنما المحامين سندونا المحامين في ظهرنا نحن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجموع محامين مصر وبالأصلة عن نفسي نتقدم بخالص الشكر والتقدير للعاملين بنقابة المحامين في اللجنة والعاملين المساعدين الإداريين الذين بذلوا جهدا خارقا في سبيل إخراج العملية الانتخابية بهذا الشكل الرائع احنا اشتغلنا وهذا شهادة اللجنة العليا للانتخابات أننا أجرينا انتخابات كانتخابات البرلمان رئيس اللجنة رئيس اللجنة العامة الفرعية بيصل إلى لجنته في الموعد المحدد يتسلم مظروفه بالأوراق كاملة لا توجد أي شكوى سجلت سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة أيضا بتوجه بخالص الشكر والتقدير للمستشارين الأجلاء أخي صديقي المستشار عبد الناصر ورفاقه الكرام الذين بذلوا جهدا كبيرا وعظيما نقدره لكم ما حينا لأنه أنا بعترف وأقر أن هذه أول انتخابات تجرى في نقابة المحامين بإشراف هيئة قضايا الدولة وسوف نتمسك بكم في أي انتخابات تجرى في وقت لاحق نتمسك بهيئة قضايا الدولة لأننا نقر ونعترف كنتم زملائي في لجنة الإعداد للدستور وأنتم قادة أنتم أقدم هيئة قضائية في مصر أيضا أتوجه بالشكر إلى المستشار وزير العدل ومساعدي وزير العدل لشؤون الأبنية وشؤون المحاكم أيضا أتقدم بالشكر لكل رجال وزارة الداخلية في المحافظات كل رجال وزارة الداخلية في المحافظات أمنوا اللجان وشاركونا وساعدونا في إعداد اللجان شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا للجنة القضائية كما تتقدم اللجنة أيضا بالتهنئة الخالصة لزملائنا الذين تحملوا المسئولية في النقابات التي انتهت مرحلتها الأولى نقدم لهم التهنئة باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات وأنا أتمنى التوفيق للجميع أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم وبركاته